مهم أول كابتن فاروق لأنها فتحت لي جزئية عايز أتناقش فيها برضو في الستوديو جزئية تغييرت الخطة ألمح إليها كابتن حسام البدري على فكرة في مدخلة معايا قبل مطش النادي الأهلي إنه هو فعلا عبدالله مؤثر بالنسبة له لكن طريقة اللعب هل فعلا أنت تحاول ممكن تشوفه من وجهة نظرك الأربعة أربعة أتنين صريحة الاتنين اللي احنا بنتكلم عنه مروان محسن وصلاح محسن مروان المهاجب المتقدم وتحته صلاح محسن أو في بعض الأحيان ممكن هما الاتنين يبقوا راسين حرب هل النادي الأهلي ممكن يغير الشكل والسيستم ده مع الوضع في الاعتبار برضو أنه مفيش حاجة صلبة في المرعب أربعة أربعة أتنين دي ممكن تتحاول لأربعة أتنين تاتا واحد في أي وقت بصها برايم في البداية أنا أولية وجهت نظر أن أول اختبار أو أول امتحان صعب للنادي الأهلي بعد رحيل عبدالله السعيد وجهت نظر الشخصية أن الأهلي فشل في الامتحان لأن عندك أدلة كتيرة جدا أول حاجة مثلا زي ما كابتن خالد بيبو قال أن أول لما كابتن خالد جلال قدر يحد من خطورة الأطراف بتاعة النادي الأهلي الأهلي ما كانش عنده حلول الأهلي ما قدرش يختارك مثلا من العمق لما الأطراف اتقفلت نقطة تانية مثلا نقطة لو اتفرجت على المباراة تالي الأهلي كان شغالة على طول كرات طويلة كرات طويلة ده زي ما كابتن فاروق برضو قال فين الراجل اللي بينزل اللي بيستلم كل كورة وبيلعب الناس بوشه ما كانش موجود دي نقطة تانية نقطة تالتة بقى إرجع ويعمل فلاش باك قبل النقطة اللي انت كلمت عليها التلميحات اللي طلعت من كابتن حسام البدري بتغيير طريقة اللعب احتمالية أو إمكانية تغيير طريقة اللعب ابتداء من الموسم اللي جاي في ظل خلاص ان عبدالله سعيد مش هيكون موجود في النادي الأهلي كل دي حاجات لازم تحطها في حساباتك ولازم تحطها قدام عينيك لما تيجي تقايم أداء النادي الأهلي في مباراة القمة طبعا في نقطة تانية سريعة لو حتى جابوا لنا لضربة الجزاء بتاعت وليد سليمان وهو بيسددها العصبية المفرطة اللي اتكلمنا عليها بتاعت النادي الأهلي معاني النادي الأهلي عنده عناصر كبيرة جدا بتتمتع بعمل الخبرة هم سووا الروس بعض لعبة النادي الأهلي هي بنفسها بص احمد فتحه وداخل يجيب الكرة من الجوة الجول صحيح طريق حمد شلتها زي ما بنقول خلاص الكرة التانية جات ده سعد ولا فتحي لا ده سعد بص داخل برضو يتخانق مع طارق ولا عصبية ده فتحي ولا سعد فتحي 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 لما الكرة التانية جات يعني الكرة التانية ترمت على طول مروان ولا الوليد واخدوها وهنعمل دربة البداية من جديد ده الحاجة اللي مش متوقع بص المباراة النادي الأهلي مش متوقع النتيجة مش متوقع الأداء مش متوقع إن هو يبقى في الوضع ده هو اللي وطر اللعيبة يعني وطر اللعيبة بشكل كبير جدا يعني وضع أثر على أداء النادي الأهلي صح صحيح النادي الآلي جاء له كم فرصة ممكن يجيبها لكن اللعيبة مش مركزة لعيبة الزمالك بالعكس مركزين جدا في المبراء وجابه الهدفين ومعته على الهدفين يعني النادي الآلي جاب الهدف ضرب الجزاء يعني برضا كان عنده فرص انه اجيب اهدف لكن اللعيبة حتضغط ما درتش تنفذ اللي هي عايزة